وبالمناسبة جيديد رجبة ساموال إيتو آآآ أدي بيور نوانكو كانو آآآ مين تاني أفاركا يعني باتريك مبومة كل اللعيبة الأساطير الأفاركا دول يامة يامة تغيوا عن منتخبات بلدهم وبطريقة دمها تقيل وآآ لا أصلنا مش فاضي لا أصلنا عندي مباراة مهمة وادعوا وعملوا كل حاجة وفضلوا أساطير صلاح عمره ما عمل كده هجماعة بص على التاريخ بص على السيبي بص على الخلفيات بص على تفاصيل كثيرة ما تقعدش تسمع أسأل أنا أقول لك حاجة أسهل حاجة في الدنيا يقول لك دايما المتلقي للإعلام يحب يسمع دايما قصة مسيرة أزمة مشكلة حاجة فيها توطر مش بيميل قوي لفكرة أنه كل حاجة سليمة كل حاجة زي الفل والكلام ده كله ده طبيعي في العالم كله مش هنا إحنا كان مواطن مصري أو عربي بس أوزن الكلام أنا سهل علي أطلع أقول لك صلاح المجرم صلاح الخاين صلاح الكرسة فاهم وألم شوية ناس وشوية لايقات وشوية شيرز وهتبقى الدنيا لذيذة بالنسبة لي لما تسمع حد بقى يقولك الكلمتين دول قعدين توزن الكلام آه يعني صلاح خايني إزاي عمل إيه يعني مش هتلاقي سبب آه يعني هو صلاح إمتى تهرب عن المنتخب مش هتلاقيه تهرب آه صلاح إمتى عمل أزمة في المنتخب ولا تخنيم مع مدرب مش هتلاقيه تخنيم مع مدرب آه إمتى صلاح جيم عسكر للمنتخب وتتنك على لعيبة بقى وعمل نفسه إنه هو نجم النجوم وقسطورة الأسطري وهو فعلا كده يعني إمتى عمل اللحظة دي هتلاقيه متواضع واللعيبة كلها بتتكلم عنه كويس فين الأزمة مفيش وبساطة يعني دايما نقول ربنا يدي مع علينا هذه النعمة هتقولي يا عم ما تقف ورش يا جماعة هي كلها سنتين ثلاثة وصلاح سنة الحياة هيبطل كورة إن شاء الله يا رب يقعد عشرة كمان يا رب يعني ساعاتها هنقعد نقول كلنا ولا يوم من أيام صلاح فين صلاح فين أيام لما كنا بنفرج على الدول الإنجليز ومسانيين صلاحيي وجول فين أيام لما كان الصلاح بيدعم مع المنتخب والمنتخبات كلها بتخاف مننا فين أيام لما كانت الجماهير في إنجلترا بتقول الملك المصري وتقول اسمه مصري في المدرجات هنقعد نقول كده إن شاء الله ربنا يكرمنا وقتا من محمد صلاح الله أعلم بالغيب بس يعني نقدر بس اللي إحنا عايشين فيه ده